خلال الفترة دية ما كانتش الناس حسد ان مافيش صحة كويسة مافيش تعليم كويس مافيش تشغيل كويس مافيش دولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقية لمواطنيها لو كان نمونا السكان متنظم وعشان كده بقولك يا خالد انا مش يعني مش متفق معاك قوي في موضوع الحرية المطلقة في عملية المواطن لا يا جماعة لا 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 والله يعني لو كان الحرية المطلقة والناس هتستحملوا ديسكوت خلاص خلاص ماشي ماشي وكده لكن لا الناس عايزة تعيش بس هي مش عارفة كمان ازاي ان كل حاجة بتتحسب وليها مطالب وليها سياسات وكده فانا بس عايز اقول لينا كلنا حتى للضيوف اللي موجودين معانا هنا من كل العالم اللي موجود معانا عشان يعرفوا مثلا ان الدولة المصرية دي رغم كل التحديات اللي بتكلم عليها الدكتور خالد قادرة تصمت في مواجهة ازمات زي كوفيد ناينتين زي الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع الاسعار وتعقد سلاسل يعني الامدادات اللي بتيجي سواء كانت للسلعة ولكده او بتكلفتها طيب مش هعيد عليك اللي قالوا فخامة الرئيس لكن تعالى نفكر فيها فعلا كده بالروح لو الناس عايزة زي تخلف زي ما هي عايزة هتستحمل هتستحمل واحنا ما بنستحملش عشان بس نبقى يعني او بالادق قدرتنا على التحمل قلة حبتين وده برضو مفهوم بالمناسبة يعني مفهوم مفهوم جدا بالمناسبة قدرتنا على التحمل قلة حبتين اه مفهوم احنا بنتكلم على اقتصاد عالمي حالته صعبة جدا ادى لموجة تضخمية عالية جدا كل الاقتصاديين اللي في الدنيا وصفوا ده بانه دي واحدة من اصعب الازمات الاقتصادية اللي ضربت العالم تقريبا من ازمة تسعة وعشرين والحدة دلوقتي طيب تسعة وعشرين اه محنى لسه مكناش عشانة عشرين تسعة وعشرين الكلام بمنتهى البساطة لأي مواطن يكون بيتفرج علينا بمنتهى البساطة معدل نموي يكفي يكفي يدوب عالشعرة زي ما بيتقال الكنين ونص مليون اللي بنخلفهم كل سنة ده معناه ان انا لازم احقق معدل موزة ما كنت بقولك تقريبا حوالي سبعة ونص في المية طب ده معناه ايه عم يوسف خش في الموضوع يعني انت قلتها تبسط بمنتهى البساطة لو انا اقل من السبعة ونص في المية مش هيبقى فيه عندنا مدرس كفاية لو انا اقل من السبعة ونص في المية مش هيبقى عندي منظومة صحية كافية لا مستشفاءات والمستوصفات ولا عيادات كافية مش بقولك مفيش بس مش كافية مش اللي انت نفسك فيه مش بقولك على حلمك الكبير ده انا بقولك يادوب يعني اللي داخل يتنظم على قد المصرفات دخل لقرش هصرف القرش ما بحوش ما بحطش حاجة على جنب رف القمصان اللي في بيتنا ما بحطش تحتين 200 جنيه كل اول شهر الدولة نفسها مش هتقدر تعمل كده نوعنا الدولة مش بتتكلم ب300 جنيه لكن ده اللي أنا بقولك ببساطة دخلك كذا اتصرفوا يا حلو وساعتها بنقول ايه ده أنا يدوب بعد الشهر يدوب بعد الشهر على كل حاجة بقى على كل حاجة بقى اكل وشرب وصحة وتعليم طب عايزين ان العيال بتتخرج والناس عايزة تشتغل وتتوظف اقولك من ايه لحد دلوقتي اللي بيتعمل في مصر خيال